اشتركوا في القناة رأى ليو في الدرس السابق ولأول مرة ابنة الأستاذ ماساكي وتدعى أكي في المركز الرئيسي للأيكيدو ويبدو أنه أعجب بها ترى ماذا سيحدث اليوم دعونا نسمع إلى الحوار إليكم الآن معاني الجمل تشرفنا إن أكي حاصل على الدرجة الثالثة في الأيكيدو هذا مدهش أنا أيضا أريد أن أحصل على درجة سريعا والآن بعد أن عرفتم معاني كل جملة استمعوا إلى الحوار كاملا مرة أخرى والآن إليكم تعبير اليوم إنها الجملة الرئيسية التي أريدكم أن تحفظوها فاستمعوا جيدا وهي تقرأ عليكم بالقراءة البطيئة تعبير اليوم هو أنا أيضا أريد أن أحصل على درجة سريعا علما بأن الدرجات في مصالحات الأيكيدو تدعى دان تعالوا نتعرف اليوم على أسلوب التعبير عن الإرادة أو الرغبة في فعل ما بوك يعني أنا ولكن لا يستخدمه إلا الذكور وأضيف إليه هنا الحرف مؤ أي أيضا بوك مؤ أنا أيضا هناك من بين صياغ الأفعال اليابانية صيغة ماس مثلا صيغة المعجم من الفعل يأخذ أو يحصل على هي طور وصيغة ماس من الفعل نفسه هي طوري ماس ولنحول الفعل إلى أسلوب الرغبة في القيام بذلك الفعل نأخذ صيغة ماس من الفعل ونحذف منها المقطعين الأخيرين ماس ونضيف بدلا منهما تايدس صيغة ماس من الفعل يأخذ هي طوري ماس نحذف منها الجزء ماس ونضيف مكانه تايدس ونقول طوري تايدس أريد أن أخذ مثال آخر يذهب يعني إك في صيغة المعجم وصيغة ماس هي إكي ماس أريد أن أذهب يعني إكي تايدس إذن كيف تقولون أريد أن أذهب إلى طوكيو طوكيوへ行きたいです اليابانية في كلمتين إنها الفقرة التي نخصصها لمن يريدون إثراء معرفتهم لأساليب التخاطب اليابانية جملة اليوم هي أنا أيضا أريد أن أحصل على درجة سريعا إنها جملة تعبر عن رغبة المتكلم أما إذا أردنا السؤال عن رغبة المخاطب ماذا نفعل؟ عادة إضافة المقطع ك في آخر الجملة المثبتة تحولها إلى سؤال مثلا أريد أن أذهب أو تريد أن تذهب يعني إكي تايدس هل تريد أن تذهب يعني إكي تايدس ك ولكن انتبهوا أنه في بعض الأحوال قد يبدو السؤال المباشر عن رغبة المخاطب سلوكا غير مهذب مثلا الجملة كوهيو نومي تايدس ك أي هل تريد أن تشرب قهوة لا تعطي انطباعا طيبا بل يفضل أن يكون السؤال كوهيو نومي مسك هل تشرب قهوة وفي النهاية دعونا نستمع للمرة الأخيرة إلى حوار اليوم في تمثيلية اليابان حبي بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس وحتى الدرس القادم إلى اللقاء